مباراق نهائي مبكر الحياة ما بين أسبانيا وألمانيا وتقدم المنتخب الأسباني 1-0 على منتخب ألمانيا زي ما قلت لحضراتكو النهاردة كمان على مستوى المنتخب الأولمبي النهاردة انطلق يعني معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا طبعا ليه أولمبياد باريس 20-24 بحضور جميع اللاعبين باستثناء طبعا السنائي اللي فوق السن محمد النني اللي طم يعني طرح اسمه خلال 48 ساعة اللي فات وطبعا أحمد سيد زيزو لاعب ناد الزمالك بعد موافقة طبعا ميكلة المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي ان هما ينضموا يوم الحد اللي جاي والقايمة قدام حضراتكو دي القايمة النهائية لمنتخبنا الأولمبي الحقيقة ويعني أنا ليه تجربة مع المنتخب الأولمبي الحقيقة مش من دلوقتي بس المنتخب الأولمبي الحقيقة بيكون كل الميديا وكل الناس بتتكلم علي دوبة أسبوعين بس قبل الأولمبيات وقبل كده الحقيقة ما كانش فيه أي اهتمام بالمنتخب الأولمبي لكن خلينا نتكلم من واقع القايمة عندنا لعيبة مميزة الحقيقة لعيبة على مستوى عالي وعندنا لعيبة قادرة إن شاء الله بإذن الله أنها تكسر بقى حاجز دوري الثمانية ونوصل للأدوار يعني الأربعة الكبار في الأولمبيات وإن شاء الله يكون عندنا منافسة على الحصول على مدليا لأن ده مهم جداً للحقيقة الفترة اللي جاية منتخب قوي عندنا منتخب منظم عندنا لعيبة مميزة في هذا المنتخب الحقيقة وزي ما بقول لحضراتكم إن ميكالي طبعاً فاجئنا جميعاً بضم محمد النني لمنتخب مصر في الأولمبيات يمكن على الرغم من ابتعاد النني عن المشاركة مع الأرسنال فترات طويلة لكن النني طبعاً هيتكون دي النسخة التانية للأولمبيات بالنسبة له كان موجود معنا في 2012 في لندن خبرات كبيرة جداً الحقيقة النني خبرات كبيرة جداً وقد يكون عنصر مهم جداً مش بس في الملعب داخل المستطيل الأخضر لكن كمان خارج المستطيل الأخضر لما يكون عندك نجم بحجم محمد النني ما شاء الله بقاله 7-8 سنين في الأرسنال وقابليها مسيرة طويرة جداً في الاحتراف ده كمان مهم على مستوى القيادة سواء داخل الملعب أو خارج الملعب حقيقة كمان مبارح كالعادة كالعادة بقول كالعادة لأن النادي الأهلي الحقيقة بعض الناس بتقولك النادي الأهلي مش النادي الأهلي يا جماعة أكتر نادي يعني على مر التاريخ هو يدعم المنتخبات سواء شباب أولومبي منتخب أول وأمثلة كثيرة جداً 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 أن النادي الأهلي الحقيقة ما بيتأخرش عن أي يعني مناسبة وطنية والأهلي بيؤكد دعم وأكيد للمنتخبات وبيختر اتحاد القرى بانضمام لعبية للمنتخب الأولومبي بكراً إن شاء الله والذي هو النهاردة طبعاً وزي ما حضراتكم شايفين ده يعني مختصر الكلام أن النادي الأهلي طبعاً دائماً ودائماً وأبداً عندنا حمز علاء وكريم الدبيس وأحمل نبي الكوكا إن شاء الله موجودين مع منتخبنا الأولومبي في باريس وإن شاء الله كل التوفيق ليه لكن نقطة مهمة برجع لها أن النادي الأهلي عمره عمره متأخر عن منتخب مصر الحقيقة وياما إحنا رحنا لعبنا كاس العالم للأندية بدون يمكن 8-9 لعيبة لو فاكرين لعبنا كاس العالم للأندية ويعني وكان عندنا غيابات 8-9 لعيبة مع منتخب مصر ودائماً منتخب مصر معي ما كنت بلعب دائماً النادي الأهلي هو الداعم الأساسي للمنتخبات بقول لحضراتكم سواء منتخبات شباب اللومبي منتخب أول يبقى النادي الأهلي هو نادي يعني نادي الوطنية كلنا وطنيين الحقيقة لكن من الأندية يمكن كان عندها مساهمة كبيرة جداً جداً في تطوير أداء المنتخبات عضراتكم فاكرين يمكن في 2006 و2008 معظم منتخبنا كان من النادي الأهلي ودايماً في مقولة كده يقول لك لما النادي الأهلي بيكون كويس وماشي كويس ولعبته بتأدي بشكل كويس بينعكس ده على أداء المنتخب فكل التوفيق لمنتخبنا الأولومبي الحقيقة ومنتظرين إن شاء الله بإذن الله يعني ألموا نفسة على مادلية الأمور إن شاء الله في المجموعة إن شاء الله تكون مجموعة معتقدش غير أسبانيا هي الممكن جداً هتبقى في مشكلة معها لكن حنتأهل إن شاء الله مع أسبانيا حتى في المركز الثاني ونصعد للدور التمانية حنشوف حنقابل مين في دور التمانية وإن شاء الله بإذن الله يكون مباراة تاريخية لأن إن شاء الله لو فست في مباراة دور التمانية هتصعد للمنافسة على مادلية أولومبية طيب ترجمة نانسي قنقر